أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وميزة في برنامج سنة أولى زواج طبعا اليوم راح نتناول موضوع مهم وحساس للغاية لأنه يمس حياة الكثير من الناس في مجتمعاتنا اليوم نتكلم على وجه التحديد عن النظرة الشرعية طبعا هذه الخطوة ليعتاحها الشرع لكل من الشباب والشابات بقصد التعرف على بعضهم البعض ولكن ضمن الضوابط المحددة تمثل مرحلة حاسمة في تحديد الشريك المناسب طبعا لاستمرار الزواج راح نتناقش عن أهميتها وأحكامها وأيضا كيفية الاستفادة منها لبناء علاقة ناجحة وكيف يمكن لهذه الخطوة أن تكون مدخلا لحياة زوجية ناجحة ومبنية على أساس من التفاهم والتوافق من الجانب الشرعي نلتقي هنا معكم بالاستيديو بفضيلة الدكتور سلطان الهاشم يا مرحبا مسهلا بك دكتور وحياك الله اليوم معنا حياك الله وشكلك هذه الاستضافة في هذا البرنامج القيام مرحبا مسهلا بك أيضا معنا الدكتور ألول والعبيد لناشطة اجتماعية مرحبا مسهلا بك دكتور وحياك الله اليوم معنا حياك الله سلمك طول عبا حياكم الله وأيضا معنا الدكتور جابر المري مستشار تربوياء مرحبا مسهلا بك يا دكتور حياك الله اليوم معنا شررنا فيكم حياكم الله حياكم الله احنا طبعا اليوم نتكلم في موضوع مهم جدا يعني يتناول مسألة النظرة الشرعية فيها صراحة كثير من الأمور اللي ممكن تكون غائبة عن الناس فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة أحقيتها وجوبها هل ممكن الواحد يشوف مرة أو مرتين أو سلاث هل مسألة الرفض واردة في أثناء النظرة الشرعية أم لا طبعا احنا عدينا قصة تحاكي نوعا ما الواقع اللي يدور في أذهان الناس وهي تمثل المجتمعات العربية وعلى وجه التحديد المجتمعات الخليجية فأنا بدي أشوف معاكم هذه القصة ونبدأ بعدها نتباحث فيما يتعلق بمسألة النظرة الشرعية فننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى هذه القصة ونبدأ من بعد لحلقتنا الليلة النظرة الشرعية إبراهيم يروي قصته وقال فيها تأخرت في الزواج لكن كل تركيزي كان على دراستي أبي أخلص بتفوق وحقق طموحي وفعلا حققت هالشيء بعد جهد وتعب بعد التخرج اشتغلت بوظيفة مرموقة أخذت كل وقتي واهتمامي لما حسيت أن أموري صارت مستقرة ماديا ومعنويا حسيت أن العمر يركض قلت لازم ألتفت لحياتي وأدور بنتي الحلال وأتزوج يومها كلمت أمي وقلت لها يومها أبي أتزوج طارت أمي من الفرحة وقالت لي من زمان وأنا ناطرها الكلام أبشر بشوف لك أحلى عروس إبراهيم كان عنده شروط واضحة لعروس يبيها مثقفة على خلق ودين وبنفس الوقت تكون جميلة أمه بدأت تبحث تسأل صديقاتها قريباتها تحرص على حضور المناسبات الاجتماعية لكنها ما لقيت البنت اللي تنطبق عليها المواصفات لكن إبراهيم كان مستعجل ويحن يومها للحين ما لقيتها حد وهي ترد أصبر الزواج مبلعبة لازم نتأكد من كل شيء أبوه كان يشوف أن الموضوع ما يحتاج كل هذا الوقت وفي يوم قرر يتدخل وقال إبراهيم إش رايك زوجك بنت رفيجي بمبارك الرجال يجينا دائم المجلس وأنا أعرفهم زين أمه كانت متردده وقالت بس أنا ما أعرفهم ولا أعرف بناتهم رجب إبراهيم قال ما عليك أعرفهم زين عائلة والنعم فيهم أمه ما كانت مقتنعة وقالت لازم نتأكد الزواج مو بس علاقة اثنين وخلاص الزواج مسؤولية كبيرة لكن إبراهيم كان متحمس الزواج ووافق على كلام أبوه وقرر يشوف بنت بمبارك بعد يومين راح أبوه إبراهيم مع ولد إبراهيم للمجلس عند بمبارك فاتح أبو إبراهيم وبمبارك بموضوع الخطبة وقال له ودي أخطب بنتك لإبراهيم وبمبارك رحب الفكرة وقال إبراهيم رجال والنعم فيه بكرة نجهز لنظرة نظرة شرعية إبراهيم نحرج وما كان متوقع الأمور تمشي في هالسرعة لكنه وافق عشان ما يحرج أبوه وصديق أبوه في اليوم التالي أخبر إبراهيم والدتي باللي صار لكنها كانت زعلانة وقالت له إيش لون توافق بدون ما تعرف هذا زواج مبلعبة إبراهيم رد عليها يمه ما قدرت أقول له حسيت أني بحرج أبوي ورفيجة أمه ما كانت راضية لكنها قررت ما تدخل أكثر بما أن القرار تخذ في اليوم التالي راح إبراهيم مع أبوه لبيت بنبارك وقابل آمنة في النظرة الشرعية كانت جميلة وهادية وتكلمت باختصار وبحياء لكن حديثها كان يدل على أنها مثقفة وذكية إبراهيم حس أنه ارتاح لها واختار يمضي في الزواج ووالدت زارت بيت بنبارك بعد فترة وتعرفت على أم آمنة وأثنت على أخلاقهم الأمور مشت بسرعة وتم عقد القران طلب إبراهيم من أبو آمنة رقم تلفونها عشان يتعرف عليها أكثر لكن بنبارك كان صارم بخصوص التواصل بين إبراهيم وآمنة قبل الزواج وقال ما عندنا بنات يسلفون قبل العرس إبراهيم تقبل الموضوع على مضض احتراما لعادات أهل آمنة وخلال فترة الخطبة كان متلهف للحديث معاها لكنها التزم بكلام أبوها لكن إبراهيم استعجل على العرس وتم الزواج وتحققت الأحلام وسافروا شهر العسل من أول يوم بعد الزواج لاحظ إبراهيم إنه آمنة مختلفة عن اللي شافها في النظر الشرعية كان يبين عليها تعب وحتى كلامها كأن في حد غاصبها حس إنه في شيء غلط لكن حاول يبرل لنفسه يمكن لنها متوترة أو تعبانة من التحضير للزواج بعد العودة من شهر العسل اسكنوا في بيتهم الجديد لكن حالتها الصحية استمرت بالتدهور كانت تشتكي من التعب والإرهاق وكل ما يسألها ليش ما تروحين للدكتور ترد مجرد إرهاق ويعدي حتى والدته لاحظت هذا الشيء وسألتها أنت بخير تبين وديش الطبيب لكنها كانت دائما ترد بنفس الجواب ما فيني شيء بسرهاق وراح يعدي في يوم طاحت آمنة مرة وحدة بكت آمنة واعترفت لإبراهيم عن كل شيء أبوي ومي اقنعوني أني ما أقول لك اللي شفتها في النظر الشرعية كانت فاطمة مبانا إبراهيم ما كان يصدق اللي يسمعه كانت صدمة كبيرة يعني اللي شفتها مبنتي كانت أختتش آمنة بكت وقالت إيه كانوا خايفين أنك ترفض لو عرفت عن مرضي السؤال لنا والجواب لكم شنو أهمية النظر الشرعية قبل الزواج في حياتنا طبعاً مثل ما شفنا معاكم مشاهدين الكرام يعني هذه القصة اللي رواه الدكتور عبد الرحمن الحرمي وهي محاكاة للواقع عينا عن فيها تفاصيل كثيرة قد تكون متداخلة متشابكة أو معقدة نوعاً ما ولكن الشاهد في هذا الموضوع أن الحكم على الناس يعني ما يكون بأمر سطحي بس مجرد النظر من أجل النظر ولكن هو أعتقد التبصر يعني الرؤية إلى الإنسان بعمق شديد طبعاً القصة ما قالها حزين نوعاً ما في آخر المطاف ولكن هناك يعني وقفة إنسانية أيضاً من الزوج والخاطب ويمكن يأتي هذا إلى صالح أيضاً اختيار وانتقاء الأشخاص المناسبين للنظر الشرعية ولكن خلوني أستخدم هذا يعني جسر لأصل إلى مرحلة متقدمة من مسألة ما بعد الزواج نقول اليوم دخل الخاطب وده أن يروح يشوف البنت بنت الناس وده يشوفها في النظر الشرعية فخلنا دكتور أولاً نتكلم عن النظر الشرعية كيف تبدأ وش الأشياء التي تستوي فيها وش الأشياء المحاذير اللي في النظر الشرعية فخلنا نسول في شوي ونفتح باب النقاش معكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعنواله يعني أشكر لكم في البداية على طرح هذا الموضوع المهم نعم والذي ربما يهم كل بيت عندنا في قطر في هذا الموضوع لو نظرنا حقاً الشريعة الإسلامية هذه الشريعة العظيمة جاءت لتنظم حياة الناس ومن ضمن الأشياء التي تنظمها اللي هي حياة الناس الأسرية والشريعة حقيقةً هذه الشريعة الإسلامية العظيمة شريعة منظمة وليست شريعة عشوائية شريعة منظمة تقوم على أسس وتقوم على قواعد وتقوم على أحكام شرعية فقبل الدخول إلى الزواج وهذا الزواج الأصل فيه الاستمرار وأن أصل فيه الديمومة قبل أن يحدث هذا الزواج يجب أن يمر عبر مراحل لأن هذا الزواج في البداية له مقاصد وهذه المقاصد منها مقصد الإحصان ومقصد الولد ومقصد الاستمرار ومقصد المغدة ومقصد الرحمة كل هذه المقاصد موجودة طيب قبل أن يقدم الزوج على الدخول إلى هذا الباب على تكويد الأسرة لابد أن يبرم بهذه المراحل المراحل الأولى هي النظرة الشرعية فهو سيتزود شركة الحياة وهذه الشركة الحياة لابد أن أعرف من هي التي ستشاركني في حياتي طوال هذه السنوات من هي التي سأنجب منها هذه الأبناء والتي ستشاركني في الأحزان وفي الأفراح وفي الأتراح وفي غيرها لابد أن أعرفها وأعرف شخصيتها فقبل أن أدخل على العقد الشرعي والعقد الشرعي كما تعرف عقد الشرعي الإسلامية سمته الميثاق الغليظ وأخذ منكم ميثاقا غليظا وهذا الميثاق هو ميثاق الزواج قبل أن أدخل إلى ذلك الميثاق الغليظ لابد من معرفة هذه المرأة عبر النظرة الشرعية والنظرة الشرعية هنا ليست الخاطر للمخطوبة كذلك للمخطوبة أيضا يعني للطرفين نعم كما قال اعتبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فللطرفين وهذه النظرة عند جمهور الفقهاء هي نظرة المستحبة يعني ليست نظرة جائزة جمهور الفقهاء رأي أنه مستحبة لأنه كان ستقنب على زواج وهذا الزواج له تبعات وله أسئولية ولو كذا فينبغي أن تدخل وأنت مقتنع بهذه المرأة التي تأخذها وهي مقتنعة كذلك نعم فالنظرة الشرعية في البداية نظرة مستحبة نحن عندنا في قطر يعني المراحل يتم فيها الزواج يعني حقيقة مراحل رائعة جدا مراحل بالأكس دوأي تشريع إسلامي يعني أضرب الكلمة والمشاهدين ومشاهدات يعرفون هذا الشيء قبل أن يدخل يعني يتزوج الشخص يطلب من والدته أو يطلب طريقة تقليدية أو يطلب من خواته أو عماته أو كذا أنه يريد مثلا للبيت الفلاني أو بحثولي عن فلان فيذهبون الأم والأقارب وكذا ينظروا إلى هذه المرأة نعم ونحن نشفناها وكذا والمرأة مناسبة نظر للخطوة الثانية يبدأ السؤال ولي المرأة يسأل عن هذا الزوج وكذلك الزوج يسأل عن هذا البيت نعم فإذا سألوا واستقر الأمر بعد ذلك يطلب النظرة الشرعية والنظرة الشرعية هنا لا بد أن تكون فيها تفاصيل في إطارها في حدود الأشياء الجائزة شرعا بحضور الولي ولها شروط متعددة ثم بعد ذلك يبدأ عقد القران ثم يبدأ الأمور فيمكن أن أفصل فيها بالتأكد بنتخل في حوار في التفصيل أنا يمكن استوقفني أمر مهم جدا يعني أولا أشان نربط ما تفضلت فيه بالقصة التي صارت يعني للخاطب وأيضا تعرضها لمثل هذا الموقف أنه أخذ وحدة في النظرة الشرعية كانت مختلفة عن اللي دخل عليها أو اللي تزوجها أيًا كان الموضوع ولكن الاستعجال اللي في الأمر أنه اليوم هو قرر بكرة دخل عليها أو شف في النظرة الشرعية وكانت الأم امتعضت من هذا الموضوع وأنت تفضلت الآن قلت أنه كم من المفروض أو من المفروض من العرف الساعد عندنا في المجتمعات الخليجية والإلكترية أنه أول شيء يتم يعني السؤال عن الخاطب وعن بيتهم وعن أهله وعن دينه سلوكه أو ما إلى ذلك وبعدها لما يصير استحسان لكل الطرفين طبعا يقدم الخاطب للنظرة الشرعية ويكون بعد ترتيب وصفي النظرة قبل الخطبة النظرة قبل الخطبة عفوا نعم يعني ينظر لها بعد ذلك يتم الخطبة والله ارتاح لها وارتحت لها بعد ذلك تتم الخطبة وهي الوعد بالزواج وهي الوعد بالزواج نعم صحيح يمكن هذا يخليني أنا أفتح أيضا محور آخر في نفس الزاوية هذه دكتورة لما نجي نتكلم أيضا في موضوع النظرة الشرعية ونقول أن النظرة الشرعية هي حق لكل المتقدمين للزواج للتعارف ضمن الضوابط الشرعية ولكن ما هي الأسئلة التي يجب أن تدار داخل النظرة الشرعية أو أثناء النظرة الشرعية ما هي الأسئلة نحن نعرف الأسئلة وممكن تأتي على مسألة مثلا يعني يستئل ناس من باب السوالف وكذا وحتى بحيث أن كل واحد يستمع إلى الطرف الآخر والأمانة يكون مثلا الأب أو من هو كبير يعني موجود كمحرم لهم ويبدأ يتكلم بالموضوع أنا ودي أتكلم عن الأسئلة اللي لا بد تكون موجودة في النظرة الشرعية حتى يتم يعني بناء عليها البعض من القرارات أو حتى استشراف البعض من سلوكيات الإنسان نفسه طبعا نحن نتكلم عن شيء مهم جدا يعني أنت ترافق شخص في حياتك ما تعرفه لا بد يكون الأسئلة أول شيء مدى التوافق الاجتماعي والثقافي بينك وبين الشخص كقيم كمعرفة لأن هذه الأمور تأسس أول خط حق للعلاقة نعم متى ما وجدت التوافق الاجتماعي تدخل على التوافق الشخصي القيمة الشخصية الدينية القيمة المعرفية كل هذه الأمور تأثر في المستقبل على مدى قدرتكم على إدارة أسرة الانسجام يعني الانسجام طبعا نعم أنت هنا ما تتكلم عن يعني الزواج هو عملية شراكة بين شخصين إذا من البداية فيه يعني اختلاف جدا في كل هالقيم أنت ما رح تقدر تديرها الأسرة وهذا يسبب في المستقبل الفشل فلابد أول شيء الخطوط الرئيسية توافق الديني التوافق الاجتماعي التوافق النفسي الانسجام أنا يمكن أن تكون على مستوى رائع من الجمال ولكن عندك عن جهية غريبة فبالتالي أمكن أن أتوافق معك صحيح فهذه الأمور ضرورية في البدايات السؤال المبدئي عن الكينونة اللي هذا الإنسان عايش العائلة في اختراح يعني وفي فجة نظري أنا أسأل أول شيء عن البيت عن البيت نفسه البيت نفسه أي بس هذا هذا مش في النظرة الشرعية هذا قبل هذا يجرك للنظرة الشرعية يعني هذه من الخطوات اللي تؤدي إلى النظرة الشرعية أنا ما رح أروح بمكان وعرف أن هذه أو أطلب رائدها الشرعية لما أعرف أنها أصلاً ما فيه انسجام في هذا البيت صح أو لا هو يمكن في القصة اللي إحنا سمعناها أن هذه كان الأب والثان أصدقاء يعني هاي يمكن شل عملية السؤال لأن هذه ورجع عندها خلفية أعرف عن هذه لكن الظل هو خفاية وواطن الأمور ما يعرف عنها الأب كان يفترض أن يسئلون أكثر كان يفترض أن يكون في زيارة بين الأم والتعرف على البيت على نمط البيت نمط إدارة البيت لأن أنت عندك إدارة داخلية في البيت مش إدارة خالجية للرجل فلما التعرف على هذه هنا تعرفنا فيه انسجام أي نعم رح أطلب يعني نظرة شرعية الأسئلة التي تطرح هنا الشخص هذه لازم محضر في نفسه لأن أنت تعرف المواجهة هذه تخلق نوع من ربط للسان ويرتباك فما يعرف يسئل فالتحضير ضروري جداً قبل أن نقعد في هذا المكان أنا بيني بالنفس أسأل أنا شيء همني كم مقومات في حياتي الزوجية اللي بتجي هل يهمني بس شكل أم ثقافة أم استغرار أم إدارة تعرف توجهات الشخص اللي معك أنت رح تشارك حتى شربت الماء فبالتالي هذه الأمور لا بد يكون فيها شوية نوع من الانسجام الكلي أو على الأقل اقتراب وجهات النظر يعني ما أنت تتكلم شرق هو يتكلم غرب عمي البدايات أنت ما رح تقدر تستقر في حياتك صحيح بعدين التدليس عدم التدليس التدليس شالي تقصني إخفاء المعلومات يعني يعني إخفاء المعلومات سواء من جانب الولد أو من جانب البنت لأن أنت في النهاية رح يعرف لما تبتديها بخيانة بمعلومة رح تبديها هالخيانة متأثرة عليك في حياتك لأنه ما رح يشعر أنك صادق معاه مهما حاول فهذه الأمور الإخفاءات لي ما يسير هنا هو بسط السجاد وهي في نفس الشي وتسأل وبالتالي هنا لما توافق وتوازن وجهات النظر أنت تنطلق إلى الخطوة الجاية اللي بعدها دكتورة يعني اللي أنا فهمت من كلامك أننا في النظر الشرعية نبحث عن التوافق النفسي أولا مسألة القبول يعني رافع مربع القبول قدر المستطاع بين الخاطب والمخطوب ولكن للأمانة نحن نتكلم من أرض الواقع صحيح يعني في بعض الأحيان يكون صعب جدا أن الواحد يبدأ يتكلم عن بعض خفايا وزوايا النفس وعن الخاطب والمخطوبة وهذا يعاني من مشكلة ولا هذا يعاني من مثلا تعثر مالي أو عنده سجل مثلا غير نظيف مثلا من الأخطاء اللي صارت مثلا في أيام يعني المراهقة وما إلى ذلك وبعض الأحيان لها تأثير أيضا على سير الحياة ولكن يعني أما نخشى أن هذا الأمر يكون عائق أيضا على استمرار الزواج أنا هذا السؤال بنتراقش فيه بزيادة عندنا حلقة احنا خصصناها على مسألة أيضا المعلومات والمكاشفة اللي تصير حتى المعلومات النفسية والطبية أودش تقولي شيء بسنح 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 تعليق بسيط وهو يعني إذا الله ستر عليك فهو لأنه ستر الله وقطاء الله عليك ما في داع تتكلم عن أمور ما راح تضيف قيمة لهذه النقطة النقطة اللي تتكلم عن الخط اللي هو البيس لان اللي أنت ستبتديه في حياتك نعم ما خطأ هذا خارج حياة الناس دينا احنا نتكلم عن شيء أنت حين حتشيله معاك في حياتك المصابرين هذه النحي اللي نتكلم عنه أما ما ما صار قف الله عنه وسلف وقطاء الله هو ستر عليك فما في داع تكشف والله أنا يمكنت مراهقة راكض في الأسواق ولا سأو لا هاي ما لديه احنا ما في هالكلام بي لا راحينا لجدام الرجل حكيم مر بالتجارب والحين بادي أبي أبدي حياة جديدة هذا المطلق وانا هذا اللي يخليني أيضا أسأل يعني هو شيء بشي يذكر وليس مقصود فيه أيضا الجانب الأخلاقي فقط الجانب الأخلاقي أكيد يعني من ديدا الإنسان أنا لما بجي بزوج مثلا بنتي فلذة كبدي يعني أكيد بي لها واحد زين وخير أكيد الخطأ موجودة الآن والصواب أيضا أكثر والصواب أكثر بالخطأ يعني الاستثناء من هذا الموضوع هو القاعدة والأمر فيه هو الصحة والتمام هذا يخليني أنا أفتح السؤال مع دكتور جابر دكتور الآن لما أنجي على مسألات النظرة الشرعية الاثنين موجودين كل واحد يحس منهم للأمانة كأنه قاعد فيه امتحان بحيث أن أنا لازم أبرز أفضل ما لدي وأتجمل وأجمل اللي موجودين وكذا والكلام يكون فيه طيب وأخذ وعطى وما إلى ذلك ولكن هل يكون الحكم سهل للغاية سواء للرجل ولا للمرأة وهل المرأة تقدر يعني في هذا الوقت مع العلم بأن المرأة لديها شيء من الحياة وأيضا حسن التدبير والاستئناس وما إلى ذلك ويعني الطمأنينة هل نحن نقدر نحكم عليها في هذا السياق وأيضا حتى الرجل هل نقدر نحكم عليه أنه نجح في هذه الجزئية تحديدا نحن راح نقولها في هذه الجزئية لابد نحن نوعي عياننا وبناتنا في جزئية النظرة الشرعية لابد يكون فيه قبل تمهيد مبكر قبلها بمراحل تسبق هذه اللحظة الجزئية هذه مهمة جدا نحن مع بنتي مع ولدي قبل هذه اللحظة لازم حنا نهيئ هذه الفرصة لهم في المستقبل ولكن في لحظة اللقاء الطرفين لابد نحن نقول فيه فرق بين الخيال والواقع نعم فرق كبير ولكن نحاول نوازن بين هذه الجزئية والجزئية الأخرى بحيث الخيال والواقع أحسنت أنه فيه سقفة توقعات عالية نعم ما يكون توقعاتها عالية جدا يما أنا بيها جميلة وحلوة وزينة لا لابد يكون فيه توازن بين الشيء هذا والشيء هذا نعم ونفس الشيء بالمقابل والعكس والأمر نسبي للأمانة نعم الأمر نسبي أما في مسألة الطمأنينة والراحة في هذه اللحظة من الطرفين الحديث براحة الشعور والطمأنينة الود وكذلك المودة الخاصة التي تجي بعد هذه النظرة يعني في لقاء الطرفين مع بعض إذن هم راح يمكن يكون فيه الصمت مبدئي نعم في أي حتى في ظروف الحياة صحيح شخص مقبل على عمل جديد لابد أنه يعيب المتواجدين في العمل في مجلس في فرصة من الفرص حضر في مجلس لا يعرف الرجال الموجودين فيها في هذا المجلس نفس الشيء ما بالك إذا كان شاب والشاب مقبلين على هذه اللحظة والنظرة الشرعية لابد إحنا كأبا أو كذلك الأمهات لابد إحنا نسحب هذا الحوار بشكل وديه بحيث ينطلق الأبن والبنت في حوار أو بابتسامة تماهد هذه اللحظة في القبول وعدم القبول أحسنت يعني أنت وضعت الآن يمكن الحمل أو العب الأكبر على من هو موجوتي أثناء النظرة الشرعية من الأب أو الأم إن كانت موجودة في النظرة الشرعية أي أن كان هذا الموضوع ولكن في الغالب في النظرة الشرعية يكون الأب متواجد داخل ويمكن هو مثل ما تفضلت يعني يبسط هذا الأمر بمثابة تمهيد للحوار ونقل دفة الحوار نحن قلنا أن الخجل موجود والخجل هو نوع من أنواع يعني قمة الاحترام والأدو خصوصا عند الرجل المحترم أو حتى عند المرأة المحترمة وهي من منظومة الفضيلة بنتكلم عن هذا الموضوع بنتكلم عن أمور كثيرة تتعلق أيضا في اختلاف سمات الشخصية في النظرة الشرعية يعني اليوم في واحد متحدث في واحد غير متحدث صحيح مش معنات أن هذا زين وهذا مهب زين لا في اختلاف في الأنماط الشخصية فهو يميل الإنسان للشخص اللي يشبهه في الغالب يميل الإنسان للشخص اللي يلقاه يعني بالود يعني أعتقد يمكن الشعر يقول تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من الشناءة والود إذا كان إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب تبيانه وعينه ذا الود ما تنفك مقبلة ترى لها محجرا بشا وإنسانا فأعتقد نحن نتحدث اليوم عن كيميائية التوافق النفسي في النظرها الشرعية بنبحر في هذا الموضوع ولكن سمحوا لي نطلع إياكم إلى فاصل قصير ونرجع بعدها لمتابعة حلقة الليلة خلكم معنا حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ما زالت الصورة الأمانة يعني صعبة للإنسان لأنه يتقبلها الواحد بعض الأحيان يسأل نفسه أن هل أنا مسموح لي الآن أسأل هذا السؤال وهل يا ترى أنا مسموح لي أن أنا أخفي هذه الحقيقة أم لا والأمر جدلي صراحة ما في أحد عنده جواب كامل وشامل مئة بالمعنى أن يترتب عليه مستقبل كبير الدكتورة يمكن هذا يكون مفتاح لبداية الحوار في مسألة ما هي الأسئلة الواجب أن تكون ضمن النظرها الشرعية اللي لا بد أنها تسأل يعني نسميها بأسماعها اللي نختار مثلا ثلاث أسألة من عندك وبعدها نشوف نتباحث في هذا الموضوع ما هي الأسئلة وما هي الأمور التي لا يجب أو لا يستحسن التطرق عليها في أثناء النظرها الشرعية لأن المسألة مسألة تقييم يعني في الموضوع هذه مهم جدا أول شيء لانطباع الأولي نعم انطباع المبدأي اللي على أساس أنت بتبني أسئلتك نعم طبعا في أسئلة مهمة جدا أنتهمه هو كشخص في حياة الزوجية أو في الشخص اللي بيكون شريك حياته يعني مثلا يسألها السئلة لازم تكون السئلة مباشرة 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 بحيث أنه الجواب في نعم أو لا أو به المستوى هذه أو في شرح يغطي التبرير اللي هو يبي يعرفه أطيني مثال يعني مثلا أنا يعني من الأسئلة طيب تحبي يعني أنا ما أحب حدي يعني ما بيتش تشتغلين مثلا سألها السؤال فهي ردها إذا أقناعها قلت لا لا والله أنا قاعدة أشتغل ونصب بكذا ولا أنا بكذا القبول هنا يسي الأسئلة لازمة تكون محددة جدا بما يهتم فيه الشخص اللي يرسم عليه في حياته والله مثلا من الأسئلة اللي أنا يعني أعرف عنه وكذا أنا ما بيتش السوقين أنا بحط لتصايق والسوقين فيه فردود فعلها وكذا أول شيء يعطيه مستوى أهمية الأمر لهذا الشخص إذا هذا الشخص فعلا ينظر للحياة الزوجية هذي أشياء هامشية وقد تسير الحياة الزوجية أو ينظر له من ناحية حياته موت وبعضهم ينظرون له بذلك الشكل البعض الآخرين قلتش والله أنا ما بيتش كملي درستش نعم عبيتك عن زوجهم عزيزة مكرمة أنا بأقوم بواجبتش نعم فكلها يعتمد على الانطباع الأول اللي حيبنيه من شخصيته واللي هي حيبنيه من شخصيته هل هذا الشخص متسلط أم شخص قابل للتفاوض وهذه يعطيك المسار حق الحياة الزوجية أحسنتي دكتورة يعني يمكن كان الهدف من الأسئلة مش الإجابة عليها ولكن معرفة أيضا المرونة العقلية في مسألة الحوار شخصية والشخصية اللي موجودة نحن نسأل أمانة لما نجي على مسألة مثلا الزواج نسأل دايما عن الشخصية هل في قبول هل في توافق مثل ما تفضلتي وأيضا هل في تقديم تنازلات وتصحيح أيضا للأولويات الموجودة الدكتور يمكن أيضا مسألة الأمانة المشكل الكبير في مسألة الزواج هي مسألة المسكن فهل نقدر نسأل في النظرة الشرعية أن أنت بتسكنين مثلا عندي بالملحق ولا في بيت أبوي ولا أنا أقدر أوفر مسكن وهل أنا مثلا أسأل هل في تجرد من مثلا الاتصال نوعا مع بعض الأمور اللي يمكن تكون شوية ما كانت عندنا بالسابق قبل 15 سنة ولكن اليوم أن نسأل عن الساحة الإعلامية التواجد في الساحة الإعلامية هذا الشيء أصبح الآن من ضمن الأسئلة المطروحة فخلنا شوية نتكلم أو نتحدث بتفكر وتمع عنه أكثر خلني بس أنا يعني بما أن هذه الموضوع تكلم عن نظرة الشرعية نعم خلني أنا أضع ضوابط نظرة الشرعية علشان يعني بس المشاهد يعرف ما هي هذه الضوابط أو الضوابط طبعا ما تكون نظرة شرعية هذه فيما كان فيه خلوة حتى يتحدثون يخذوا أطراف الحديث لا يكون بحضور والدها بحضور الوالدة بحضور يعني الأخوة والأخوات وكذا فيصير نوع من الجو اللي نخرج من الجو الودي هذا الشيء الأول الشيء الثاني أيضا يعني هذه النظرة الشرعية لمن يعني سأتقدم الزواج منها ينبغي أن تكون يعني أرى وجهها أرى كفها كما هو عند الجمهور الفقهاء نعم ممكن والله بعض الفقهات توسع في ذلك ممكن أن أشوف أنه والله جزء من الشعر جزء من اليد جزء من المثال من القدم لأنه سيدخل الحياة جديدة فيمكن يرى بعض هذه الأشياء نعم الأمر الآخر ممكن يكون هناك حديث ودي لكنه الغالبا يعني ربما يكون هناك في نوع من الحياة المرأة أو حياة البنت يمنعها من الإجابة على بعض هذه الأسئلة لكنه ممكن للوالد أو الوالدة واحد يرطب هذه الأجواء حتى يعني هي تعرف شخصية الشخص التي قدمناها وهو يعرف كذلك هذه الشخصية نعم فلا يمنع يكون هناك يعني حوار ودي في حدود الأدب وفي حدود اللباقة وفي حدود الأمور المتعارف عليها مثل ما تفضلت عن يعني في أي تخصص تدرسين ما هي مثلا ميولك مثلا العلمية والأدبية والأمور هذه هل يمكنك مثلا تعملين بعد الزواج أو كذا ممكن يعني يتفقون على ما يتعلق بمساءة السكن وهذه مساءة المهمة مساءة المهمة لأنها ستسكن عند يعني أهل الزوج أو ستكون نواك في مساءة السكن منفصل وهذه على فكرة ممكن أيضا أنها تكتب في شروط الزواج تكتب في شروط العقد ممكن تكتب في شروط العقد المرأة إذا كان عندنا نحن في شيء اسم الشروط الشروط في العقد ممكن تشترط وجود مثلا مسكن منفصل ممكن تشترط أنها مثلا تعمل وتشترط بعض الشروط وهذه يجب أن تكتب في عقد الزواج وهذه من أهم الشروط التي يجب الوفاء بها شرعا يعني في شروط ممكن الواحد يعني يتفاهم فيه لكن إذا وافق عليها الزوج فيجب الوفاء بهذه فتكون ملزمة لها فتكون ملزمة طبعا لازم نوفر لها وإلا كان آثما في هذه الحالة يعني المسلمون عند شروطه وأن حق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه النظرة الشرعية في حدود الأدب وعدم الخلوة وعدم الأمور الثانية غير الشرعية ممكن يحدث هناك نوع من التعارف وهناك نوع من الود وبعد ذلك يكون عقد الزوج طيب أنا بسأل يمكن مثل ما تفضلت فيه يعني أمر مهم جدا أن يعني يتم إدارة دفة الحوار هذا ضمن يعني نطاق فيه ود ونوع من أنواع التراحم اللي موجود بينهم بقصد يعني التعارف المنضبط شرعا أنا ودي أسألك يعني سيد جابر اليوم لما أنجي نتكلم كيف نعرف أن النفوس توافقت الآن في النظرة الشرعية كيف نحس أنه مثلا استأنس الخاطب على المخطوب بهذه الطريقة هذه الأسئلة مهمة جدا يتم الإنسان في بعض الأحيان في حيرة أنا ما عرف أنا أبيها ولا ما أبيها أنا ما عرف هي تبيني ولا ما تبيني والأمانة الأمر مهم جدا ولا معقد ترى يعني مش بسيط جدا أنت تاخد قرار وبعدين تجي في أثناء الخطبة وهي الوعد بالزواج تجي تقول والله أنا غيرت رأي أو تروح تسكر تلفونك أو مثلا تسوي شيء معين الدخل أشكالية كبيرة على الأسرة طبعا نحن نضرب أمثلة يمكن بعض منها يحاكي الواقع والبعض منها أيضا نضرب من ضروب الخيال ولكن أمرها موجود فكيف ممكن الواحد السؤال كالتالي كيف ممكن الواحد يشعر بالاستئناس من الخاطب أو المخطوب يحس أنه فعلا مالة الأنفس لبعضها البعض شوف سبحان الله في هذه النقطة تحديدا الإنسان هي أرواح أرواح تتوالف أو الشعور بيطمئنان أحيانا شعور الشخص مع الشخص الطرف الآخر يبني في مخيلة أمور كثيرة هذه رفقة دربي هذه اللي راح حقق نجاحي ونجاحها سوية بيننا ود هذه تعتبر أنا أسميها هي المقويات للبدء في انطلاقة حياتهم بعد النظرة الشرعية هذه الأرواح إذا توالفت وتقاربت وتوددت لبعض حتى لو كان على استحياء من الفتاة أو كذلك حتى بالنسبة للشباب أو الشاب هي بس وجود شيء جاذب لهم أو شيء سبحان الله يبعدهم من بعض فهي سبحان الله هي من الله إن الشخص هذا اطمئن لوجود هذه الفتاة أنا ودي أتدخل في هذا الموضوع اللي أمانة بحكم تخصص في هذا المجال أنا أتمنى إنما يكون أيضا في رسالات موجهة من أولياء الأمور إنه لا أخذيه زين ولا لا أخذها هي زين إجبار نظرة الشرعية أعتقد المفروض يكون فيه توجيه ووضعهم في هذا القالب الصحيح الصحيح اللي من خلاله ممكن يتم اتخاذ القرار ضمن الضوابط الشرعية أنا ممكن أنا أعطيهم معلومات إضافية عن مثلا عن مؤهلات عن الأمور الثانية ولكن ما أجبر على توافق نفسي كيميائي هذا مصيبة هذا ما يتصلى نعم صحيح دكتور سبحاني المقاطعة في جزية مثلا في جزية أخرى اختيار التخصص في أحيانا أو الوظيفة أو سيارة نعم بل كده كان شيء حلو وجانم وشرق بحياة جديدة هذا من المعني فيها في هذا الاختيار هم أصحاب الشأن فما يجي لي بعدين أنت اللي اخترتني وأنت اللي أجبرتني وأنت اللي أرقمتني إن كان من الفتاة أو من الشاب فدعي لهم الاختيار والراحة والطمينينة لأنه هذا نقول هذا عشهم هذا مستقبلهم هذا حياتهم اللي راح يخططون لها في المستقبل أحيانا أنا في مخيلي أنا كشاب أو كفتاة أقول الله هذه اللي راح أرتفط بها هذا اللي لو أنت في العام الجانب الآخر النفس هي دردبات تجي وتروح على الشخص الآخر ارتاح وطمئن والله أنا مطمئن هذه خلاص أنا بيها وكذلك بالنسبة للفتاة هذه خلاص هذا اللي أنا أختاره هذا اللي أنا أحبه أن يكون لي ويسندني في المستقبل والله هي أقدار أنا أمن بمسألة الأقدار هي أقدار من رب العالمين سحانا وتوافق من ربي من رب العالمين والطيبون للطيبات دائما ولكن حسن الاختيار جماعة الخير نحن دائما نقول حسن الاختيار هي مسألة صعبة جدا مع قداء ولكن أنا ما بي أفتح مواضيع ثانية بس أبي أستوفي نقطة مهمة يعني هي نظرة شرعية هذه ربما تكون المرحلة قبل العقد لكن يسبقها مرحلتين المرحلة الأولى وهي مثلا تفضل به أيضا أشار لها دكتور جابر لا بد أنك حتى يكون هناك وده تراحه وأنك كنت مزواج لابد أنك تسأل عن هذا الزوج والسؤال هنا يعني أنا ما راح أسأل والله ريال طيب وكذا لا أسأل في مكان عمله أو أسأل في المجلس أو أسأل مع ناس تعملوا معه لأنه كيف تتعامله قد يكون هو أحيانا يكون شخص متدين لكن غير خلق هذه مصير يعني متدين لكن عصبي بخيل يعني لسانه أحيانا غير سوي وأحيانا قد يكون خلق لكن غير متدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتك من تضون دينه وخلقه الخلق غير والدين غير فلا بد أن يكون خلق والدين فلذلك أنا لا بد أن أسأل أهل ربعه أسأل مجلس أسأل أمام المسجد أقول لي أخي فلان فلان تعرف يقول لي هل يصلي معاكم الفجر مثلا أو صلي معاكم أبطهر أو صلي معاكم أسأله أشوف طريقة التعاون مع الناس ثم بعد ذلك أستخير استخارة الاستخارة مهمة أيضا نعم هذا الاستخارة لحظة أبس ألوك دكتور أعوان الاستخارة هل تفضلها قبل النظر الشرعية أو بعد النظر الشرعية يعني القرار يأتي متى بعد النظر الشرعية هيمكن أن تكون بعد النظر الشرعية يعني للبنت أو الشاب وارتاح لها وكذا فيريد أن يطبئن أكثر فيأخذ النظر الشرعية تحكين حدثنا شارعية هنا لكن أنا بوقف يعني تحتاج إلى وقفة قليلة يعني النظر الشرعية ليس مع أنك ترى رؤية والله شفت أنا كذا وشفت فلان جاني وكذا لا الرأي نظر الاستخارة بمعنى أن يكون هناك ارتياح والتساهل تساهلت الأمور والاتكال على كل تساهل والأمور وجهتنا تساهلت في هذا الموضوع فهذا هو الاستخارة تتزوج هذه الفئة دكتور أنا برجع لك مرة ثانية بالسؤال الآن لما نجد تكلم عن التوافق النفسي اللي صار بين الأزواج وما إلى ذلك لنفرض واحد من الخاطبين قال لنا أنا والله ودي أجي مرة ثانية نحن نعرف أن مسألة أيضا القبول موجودة في النظرة الشرعية ولكن مسألة الرفض موجودة هي نفس مسألة يعني يلعفوا مع فارق التشبيه هذا المثال مسألة التجارة ادخل التجارة تقتني لا التجارة أول شيء خسارة ومن ثم ربح أيضا أضرب المثال لتقريب الصورة فقط لما أجي أقول بين مزدوجين نظرة الشرعية ترى فيها قبول وفيها رفض أيضا ففي أمور نفسية تترتب أيضا عن عملية الرفض أنا ودي أتكلم في هذا الموضوع بس أبي أسأل السؤال كمفتاح إجابة سريعة وندخل على السؤال اللي بعده هل لما أجي أقول النظرة الشرعية اليوم الأولى ما استوفت حقها لكل الخاطبين نقول واحد منهم قال أنه ودي يشوف مرة ثانية هل هذا الأمر جائز محبب وما إلى ذلك أنا أعتقد محبب جدا جدا لأن الظل في بعض الزوايا مظلمة في البداية لأن الارتباك اللي يجي فيه شخص أو ربطة لسانه ما قدر يسأل أسلته حضور مثلا الطاغي لأهل البنت موجودين في المكان ما أعطاها البنت فرصة أنها تتكلم بأريحية وكذا يعني وجود الأب والأخ قاعدين وانت شخص قاعد يخلق نوع من الارباك وعدم قدرته ممكن هي البنت تسأل أولا والعكس صحيح يعني وجود أهل البنت موجودين كنوع خانق للمكان أنا دائما في وجهة نظري المساحة أن أنا المحرم يكون على نظر في المكان ولكن ما أعطي المساحة الخصوصية هذا أن الواحد يقدر يسأل سؤاله بحيث أنه لا يضغط على البنت ولا يضغط على الولاد أحسنت أحسنت معظم العائلات يسرون والله أنت حين كبرت لا أخذي فيحطونا في زاوية ثقت نفسه وتلقي ذي الشخص قد لا يناسبه ولكن بسبب الدفع اللي قاعد يسر من الخلف أنها يتقول أوكي خلاص قدمت أنه سلات وتأخذ أي قرار يعني وحتى البعض من الرجال للأسف يمكن ما عندهم مسألة النضوج الإدراكي والعقلي بمسألة الزواج الزواج صرا مش مسألة بسيطة جدا رجل ومسؤول بتكون قائد أصلا في المنزل والقائد تكون عنده مبدأ الشورى داخل المنزل فهنا تأتي مسألة ثانية الخلافات وما إلى ذلك إدارة دفة الحديث هذا بالنقشة في مواضيع ثانية السؤال التالي اللي ينبني على ما تفضلت فيه طيب ووالرفض الرفض كيف نتعامل معه في رفض يكون خلاص ما يبغل هنا يعني الأحلى والأبرك والأحسن والأسلم عساس ما تتولد مثلا لما نتكلم عن الأخ هذه مع صديقة عشان ما تتكون فيه بعد كرهات وزعل ليش أنت رفضت لو كانوا مصارحين الولد من البداية ومعطينا حقية أنه يختار الاختيار الصحيح بحيث أنه يبدأ مسيرته مع هالزوجة هذه أو لا يعني للأسف هي بدأت بغش ومن غشنا فليس مننا فبالبداية يعني العملية كلها كانت عملية عدم وضوح أول شيء ناخذ العتب على الأب أبو الولد لأنه ليس كفايا أنك أنه صديقك تروح معاه وتأكل معاه أنك أنت تعرفه كان يفترض أن يكون فيه تعارف أكثر أريحية أكثر في الأمر بحيث أنك تستفسر أكثر عن العائلة يعني أنت بعض الصاعات تدخل في البيت والأب يصر أنه يزوج البنت الكبيرة وظلم أنك البنت الكبيرة قد لا تتوافق حاليا مع الوضع حدي ولا فكريا أو نفسيا مستعدة أنها تدخل في مرحلة الزواج وتكون اللي أصغر منها على الأقل عندها القدرة والاستعداد أن تكون زوجة مثالية ولكن لأن الأسرة يرون أنها من المعيب أنها لك صغيرة الزواج والكبيرة التم فبالتالي مثل ما صار في ذي الحال احتمال تكون أمينة هي الكبيرة يعني فبالتالي يضطروا أن يدفعونها في وجه المدفع وبالتالي على قولات تم بكلامنا تبلش الولد وخذها بدون ما يعلم فيه وهو في ذي الأمور الزواج أولا وأخيرا يعني رباط نعم مبنى عن المصارح رباط من الله من سبحانه وتعالى صحيح وحدد لها معايير ومغاييس وكذا والغش خارج هذه الأمر كلية إذا فيه أمر ولابد أنه يعني يوضح للخاطب يقال في لحظة الجلسة هذه لأنها جلسة الانطباع الأول والتعارب اللي فيها المكاشفة والمصارح طبعا وأنا أعيد هذا الشيء من البدايات ليش عشان أنت لا تدخل في أحلام أردية وتطلع في الأخير أنك أنت أساسا ما كنت مستعد لهذه المفاجآت طيب يعني في سؤال يمكن يعني يصبغ نوع من صبغات الحرج الأمانة في النظرة الشرعية هو شلون لازم يكون يعني شلي لازم يكون يطلع بهندام المرأة طيب شنو هندامها لازم تكون حاطة ميك أب لازم تكون مثلا نتكلم من أرض الواقع الأمانة صحيح بل أول مكان في هذا الشيء لكن هل نحط هل تتجمل المرأة بهذه الطريقة مع وجود الضوابط الشرعية وحتى لو يعني إذا كان هذا الموضوع فيه نوع من أنواع الحرج لأنه ممكن يكون فيه تشدد واختراف الآراء طيب شلي لازم يكون هي شلون لازم تلبس شلون اللي تلبسها طبعا نحن نعرف اللباس الشرعي ولكن أقصد الميك يعني أنا وجهة نظرية هنا تكون على طبيعة لأنه إلا في حالة واحدة إنه هو شرط الأساسي أن تكون جميلة فهني هم يعني هو هم الشكل أكثر من الجوهر وأنا والله تحفظ صراحة على هذه السؤال إذا تسمحوا لي لتوى للجمهور يعني الكلام غير موجه ولكن المعيارية في الزواج ترى ما ترتبط على مسألة الجمال المطلق الجمال آيل إلى السقوط الجمال متغير وليس ثابت هو من ضمن الدوائر المتغيرة وليست الثابتة اللي يتم على الإنسان وشه حسن المعشر المودة الألفة المحبة هذه اللي يتم ولكن لا بأس من وجود شرط تكافؤ القبول وطبعا أكيد التوافق النفسي والجمال هي ممكن يعني مش بشكل مبالغ في هذا اللي يقصده يعني المخطوبة ممكن تطلع ما تطلع بعباية ممكن ما تطلع بالعباية ليس شرطا نكون بالعباية لكن تكون مثلا وليس بثياب البيت الجلابية مثلا هو فستان أو كذا وتجلس حتى إلى ناحية العباية يعني لا تطلطوا لا تطلع العرض وكذا فالآن هذا الخاطب جاد وأنا دائما نقول خاطب الجاد وليس الخاطب غير الجاد هذا الخاطب جاد ويريد طيب أنا أدخل معك في جادة للحين دكتور معلش كيف أنا أعرف إذا هو خاطب جاد ولا لا هي الخطبة نفسها بنفس الوصاحة لا لا فيها مقدمات قبل يعني جاء أهل أهل الزوج وسألوا وسألوا عنه فأنا عرفت أن هذا الجاد حتى قبل شوف هذه نقطة مهمة سؤال جدا ذكي قبل لا تكون هناك النظرة الشرعية ينبغي على الولي المرأة يجلس معه هذا الشاب أحسنت يتعرف عليه كيف نوع من التعرف لا يمنع أن أطلع معاه في مطعم أشوف شخصيته وأنقل هذه الشخصية لبنتي أنقلها لإخته وإلا والله هذا هو فلان هذا هو كذا أنا أشوف شخصية منتزنة شخصية عاقلة فهو جلس معاه ونقل هذه الصورة وأيضا لا يمنع أصبح كأنه وكيل الآن عن البنت ولا يمنع كذلك أن الأخت تقعد على المخطوبة وتجس معاه وتنقل هذه الصورة أصبح هناك نوع من التمهيد قبل النظرة الشرعية أنا عجبتني هذه الخطوة الأمانية يمكن تقلل نسبة أيضا وجود التنافر الموجودة هذه مهمة جدا في أقل من 30 ثانية المخرجة بني أطلع على أمريك أنت قلت أنه ممكن تلبس لباس محتشم ولكن لا توجد عباءة بس بالتأكيد في حجاب ممكن أنا قلت لك المسألة جبهو الفقاء يرون أنه لا يغفر من الوجه والكفين فقاء الحنابي قالوا ممكن تطلع جزء من الرقبة جزء من الشعار جزء من اليد وجزء من الساق هذا لا يمنع لأنه الشخص الآن يريد أن يدخل على بينة وعلى شيء معلوم فلا بأس يطلع من هذا الشيء قلت لك يطلع بفستانها العادي بحجاب المحتشم يعني نعم بالتأكيد هو القصد من هذا الموضوع يمكن يكون الاحتشام طبعا المعلومة أنا هذا يعرفها ولكن نحب نوصلها للجمهور حتى نثير يعني حفيظة العقل والتفكير أو قريحة العقل والتفكير اليوم طبعا الموضوع هذا شائك للغاية وفيه تدخل فيه العادات التقاليد العرف الساد الاختلافات المجتمعية وكثير أيضا من الناس المتفقين في هذا الموضوع كل واحد لها الرأي ولكن سبحان الله يبقى عند الإنسان الحدث والتوافق النفسي الكيميائي اللي موجود بينهم الاستئناس وضمن الضوابط الشرعية اعتقد هي واحدة من مسلمات النجاح بإذن الله تعالى خلونا نطلع معكم إلى هذا الفصل القصير ونرجع نستكمل ما تبقى من هذه الفقرة المهمة والخاصة للغاية رجعنا لكم الجديد مشاهدينا الكرام اليوم لما نتكلم عن النظرة الشرعية بالتأكيد احنا بالأول وبالأخير عندنا يعني مجموعة من المتخصصين في هذا المجال اما من جانب الديني الثقافي وايضا من جانب النفسي والاجتماعي ولكن بالتأكيد رأي أيضا الشارع مهم جدا فأحنا أيضا تطرقنا إلى هذا الموضوع وعقدنا البعض من اللقاءات معهم حتى نسألهم عن النظرة الشرعية خلونا نشوفها معكم الله يشوف النظرة الشرعية في زماننا ما كان فيها نظرة شرعية إنما تعتمد على يعني الاختيار والأهل يعني نظرة الأهل لشركة الحياة وبعدين يدخل في ذلك دينها تربيتها المعرفة الشخصية بعائلتها بالنسبة للنظرة الشرعية هذا أهم شيء يعني هذا أبسط حقوقك في الزواج من أبسط الحقوق صح أنه في عادات وتغاليد عند بعض القبائل أنه ما فيه نظرة شرعية أنه على طول أنتو نصيبك هذا صد اللي هو أنتو نصيبك يعني بس لا أبسط حقوق الرجال وأبسط حقوق الحرمة النظرة الشرعية النظرة الشرعية أنا شوف أنه بعض القبائل يعني عندك يقول لك بما فيه أن أخذها بعباتها ودها البيت أنا شوف هذا الشيء غلط صراحة لأن يعني النظرة الشرعية هذا شيء من رب العالمين أمر فيه فأنا شوف أنه لازم الشخص يقبل على النظرة الشرعية وبعدين هو يحدد لأنه ممكن حتى من ناحية المر نفسها يمكن ما يناسبها الرجل أصلا عرفت فأنا شوف هذا شيء ضروري والله يوفق الجميع إن شاء الله النظرة الشرعية بالعكس فيه نظرة شرعية وكل واحد وفيه ناس حتى عندنا من غير نظرة شرعية فيه ناس راضين بالنظرة الشرعية وعلى الشرع يعني فيأخذونها فيه ناس مبدأ النظرة الشرعية تكون ملزومون في النظرة الشرعية والنظرة الشرعية بالأخير يعني توالف الغلوب لا أكثر أو الأقل يعني فيه مرحلة كيميائية ما بين الشخصين إذا شفت شخص نزين تحس بإحساس أنك تنجذب له وفي إحساس أنك متكدر من شوفته أو متضايق من شوفته أو تحس أنه بثقل ما تحس بارتياح نفسي لأن هذه هي الشغلة النظرة الشرعية التي توحيها في هذا الأمر أنت قاعد تنظر للشخص وما طبعا كثير يقول لك أنظر لعيوبة قد يكون عوار قد يكون يعني صفات يعني ونحن لا نعيب بخلق الله شيء ولكن قد يكون فيه شيء من هذا القبيل لا يعجب الزوجة الله يرزقك إن شاء الله بنصيب آخر وأنا الله يرزقني بنصيب آخر وهكذا تدور الدائرة يتوجب على الشخص بالنظرة الشرعية حتى لا تكون أعاقة فيما بعد الزواج بعد ملاحظتها على النظرة الشرعية بعدها يتخذ قرار حسب ما يشتيه مثلا عجب في جمالها في خلقها في دينها توكل على الله وبالأول والأخير هو نصيب إذن مثل ما شفنا معكم مشاهدين الكرام تعددت الأراح على نفس الموضوع هذا يدل أيضا على اختلاف الثقافة واختلاف أيضا معيارية الأمور في النظر إلى الصواب والخطأ أو في منظومة الفضيلة بشكل عام ولكن الهدف الأسمى في الأول في الأخير وهو الزواج الزواج الناجح أنا ودي أتكلم اليوم يعني ذكر أحد المبحوثين أو أحد الناس اللي استجابوا للسؤال أنه أيضا في الكيمستري أو يتكلم عن التوافق النفسي يعني في عدد من الهرمونات اللي تطلع الدوبامين النوربنفرين والأكسيتوسين عند النظرة الأولى يعني إحنا ما نبدو ندخل في تفاصيل هذا الموضوع ولكن هذا اللي إحنا نتكلم فيه هو يا يجي هذا الشعور يا ما يجي من أول مرة ولكن يكون في قبول مو شرط إعجاب ولكن في قبول السؤال كالتالي مسألة الرفض غطتها الدكتورة من ناحية الرجال ممكن يكون عندهم رفض لعملية الزواج بسبب مثلا النظرة الشرعية عندها موجود توافق طيب مسألة الرفض من قبل النساء ممكن أيضا النساء أو البعض من المخطوبات تحس أنه والله هذا غير متوافق معها هي عندها ستندرد ثاني مختلف عندها معيار ثاني مختلف فخلنا نفصل في الموضوع طبعا في حالة الرفض الإنسان لا بد أن يتقبل هذا الشيء نعم هذا من الله لعله خير للشاب أو كذلك للفتاة للفتاة وفي النهاية بعد خروجك حتى من الباب الخارجي انسى الموضوع خلاص ولا تشغل بالك في مسألة القبول أو الرفض مسألة تحديدا الرفض خلاص انتهت المسألة في حالة اللي هو الرفض إذا كان هناك مرة أخرى في مسألة النظرة الشرعية ممكن يكرر النظرة الشرعية في حالة إذا كان حاب يكون فيه ود آخر أو قبول آخر ولكن مسألة الرفض الإنسان لا بد يقول هذه من الله ولعلها خير للفتاة أو للشق في هذه المسألة سبحان الله لا يدروا بس أنا أدخل في الموضوع نحن لسما للرفض نحن ما نتكلم كرفض كشخص أو كبنية شخصية وكذا الكلام أنه في الرفض على مستوى الأفكار فلا يعني أن أنا قلت نرفض فبعضهم يدخلون في حالة نفسية ويزعلون وضايقون ويرفضون وكذا لا لا يعني أنك نرفض ولكن هذا يعني أن الكيميستري أو التوافق الروح اللي بينكم من بعض ما صار في أنكم توافق فبالتالي هذه خيرة لك أنك أنت على شط الأمان يصير هذا عدم التوافق أو الرفض ولكن لا يعني أنه رفض لشخصك أو لكينونتك لكن لبعض الأمور اللي قد أنت كشريك حياة مع الطرف الآخر راح لن تتوافق عليها وبالتالي بتكون هذه مثل ما تقول بذرة خلاف راح تتم في العائلة فبالتالي هذه من البدايات تكون مفصلة ومبعدة عن طريق والرفض يتم الآن قبل أن يتم بعدين يعني يعني ما يترتب عليه أي التزامات أنا أرفض يعني أيوهما أفضل أنك تدخلين وأنت رافضة وبعدين تم أبناء أو كذا وتم طلاق أو من البداية عند البداية من دمعنا شاطع الأمان أرفض هذا الشخص لواحد اثنين ثلاثة هذا يجي دور الأهل حتى دكتور بعدين يجي دور الأهل في الموضوع طبعا طبعا هو أحيانا البنت تكون نظرتها لشيء معين أو البنت لشيء معين فلابد هنا تكون نظرة شاملة يعني على الأقل كما قال نسو عليه وسلم المستشار مؤتمن نعم فأنت مؤتمن في توصيل هذه النصيحة وفي نصيحة للبنت والله نحن نشوفها أنه والله مقصر في عبادته مقصر في صلاته مقصر في أخلاقه أنت تشوفينها مثلا من ناحية شخصية ومن ناحية مثلا الجسم أو كذا هنا أيضا تكون النظرة أيضا متكامل الآن بس برجع القصة في البداية فيها أمر شرعي تقصد الإخفاء 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 ما أتحفظ على نوع المرض يعني طبعا هو الآن طبعا صار غش مثلا ما ذكر الدكتور ما غش أنا فليسنا صار غش بالنسبة لهذا الخاطب والآن الشريعة السائمة تعطيه الخيار أما أنك تفسخ هذا العقد لأنك دخلت على غش وأما أنك تستمر تستمر أن تكون مسؤولية مسؤولية هذه في الاستمرار لكنه من حق أن يفسخ العقد ومن حق أن يطلق هذه لأنها غير التي رأاها وهذه يعني لا ينبغي أن تكون في أسرة سوية ومجتمع سوي أن يحدث مثل هذه الأمور أن الشخص يدخل يشوف بنت ثم بعد ذلك يعقد على بنت أخرى أن يجل أنه فيها مرض حتى وأنا يعني أقول لهذا الشخص زهر لأخير هذه أخلاقها كريمة لك المفروض أن يعني لو شاصلها طيبة نعم بتأكيد أحنا يمكن أذكر بنقلة مهمة جدا يعني أحنا نقول الحديث ذو شجون عندنا يمكن دقيقتين ونص بس ودي أوصل رسالة الأمانة اليوم النظرة الشرعية لها جوانب إيجابية كبيرة جدا دكتور وأيضا سيد جابر والدكتورة النظرة الشرعية ممكن تكفل لنا استمرارية الحياة الزوجية بسعادة كيف ممكن نخلي النظرة شرعية نظرة إيجابية يبني عليها قرار سليم في عجالة منكم كلكم ودي أسمع الإجابة أول طبعا تحضير النفس قبل الموعد هذا نعم وفي كل ما يليه قبل لا تبدأ النظرة الشرعية اللي بين الاثنين تقول استعداد النفسي استعداد اللي أنا محضر لتجربة لازم أكون مستعد فيها نفسيا التحضير النفسي بتحضير الأسئلة اللي أنا بأسألها بحيث أن أنا أكون مرتاح في طرحي للسؤال وتلقي الجواب تهيئة الجو العامل اللي راح يكون فيه إذا أنا بحطهم في مكان أعطي فرصة مساحة بحيث أبعد عامل الخجل من عملية أو الضغط النفسي من عملية ذي كونه وانت قاعد في مهلسك بابك مفتوح الوالد أو المحرم قاعد بذي الجهة على مبعدها حيث أن تكون فيه مساحة أن الواحد يقدر يتعامل بأرياحية من ثم تطلق ذي وبعدين احنا قلنا كلام مهم ضرورة للسخارة بعد أي من هذه الأمور لأن الله سبحانه وتعالى هو ما يتخير لك طيب فيه عجالة أستاذ جابر أريدك تقول شيء لابد الإنسان يكتم أو يقضي هذه الحاجة بكتمان أحسنت في جزيه هذه متى ما يستشير أشخاص أنا راح أقدم على نظرة شرعية ممكن يختار الشخص الخطأ في جزيات معينة ولكن لابد أنه يهيئ نفسه ويكتم على هذا الموضوع إن صار فيه قبول اللهم أكبر الحمد ما صار فيه قبول يكتم الموضوع ويقفي هذه المعالم أو الإقدام على هذه النظرة رضوا حوائجكم بالكتمان نعم يعني أنا أقول قبل الزواج نظرة شرعية وغيرها لابد أن تكون هناك فيها المكاشفة والمصارحة المصارحة من الزوجين والمصارحة من أهل الزوج نعم والمكاشفة بالأمراض التي تمنع هذا الزواج التي تكون عائقا لهم نعم بارك الله فيكم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام شاهد لنا لا علينا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام بمثابة نبراس للناس التي تستدل فيها الخير إن شاء الله وتعقد الزواج ونفرح أيضا بالناس المتقدمين للزواج ويكون اختيارهم نوعا ما مرتفع ويكون صائب وسديد للغاية بحيث أن يكون هذا الخيار موفق بإذن الله تعالى وإحنا يمكن خلاصة الموضوع اليوم نقول أن النظرة الشرعية كلما كانت منضبطة شرعيا كلما كانت متاحة للجميع كلما كان القرار فيها سديد معناته بإذن الله تعالى رح يكون هذا الاختيار موفق والتوفيق والبركة من دعاء الوالدين أعتقد هذا هو السداد في هذا الموضوع وانتيسرت فمن وراها أكيد ومن قبلها الاستخارة فإحنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذن أعزائي المشاهدين بهذا نكون وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سنة أولى زواج نشوفكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة خلكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة